بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله هنبدأ مع بعض النهاردة نتكلم على مشكلة الإزدواج الخطي ودي مشكلة تانية اللي هتقابلنا من مشاكل القياس اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت على مشكلة عدم ثبات التباينات والنهاردة بنستكمل المشكلة التانية اللي هي مشكلة الإزدواج الخطي أو مارتي بولنياريتي بتنشأ إزاي مشكلة الإزدواج الخطي وإيه هو مفهوم الإزدواج الخطي وإزاي بتعرف عليه أو بكتشفه وإزاي بعالجه دي الموضوعات اللي احنا إن شاء الله عايزين نتكلم فيها النهاردة تعالى أول نعرف إيه هو مفهوم بإزدواج الخطي قالك الإزدواج الخطي معناه هو وجود علاقة خطية تم أو قريبة من الخطية تم بين المتغيرات التفسيرية بمعنى إن معامل الارتباط بين المتغيرات التفسيرية هيكون بيساوي واحد الصحيح وده في حالة لو إن علاقة تم أو قريبة من التم إنه ممكن يكون بيساوي مثلا 99 من 100 95 من 100 يعني معامل الارتباط بين المتغيرات بيكون كبير لو معامل الارتباط كان بهذا الشكل سواء واحد صحيح أو قريب من الواحد الصحيح ده بيسبب لي مشكلة إن أنا ما بقدرش أقوم بتقدير طريقة المربعات الصغرى ليه؟ لأن طريقة المربعات الصغرى أحد فروضها عدم وجود علاقة خطية تم بين المتغيرات التفسيرية يبقى أنا في دلوقتي لو قبلتنا المشكلة أو قبلنا إن المتغير التفسيري X2 ومتغير التفسيري X3 معامل الارتباط بينهم بيساوي واحد صحيح كده معناها إن أنا مش هقدر أقوم بتقدير المربعات الصغرى وواقعيا أو فعليا مش هنوصل لمرحلة إن نلاقي المعامل الارتباط بيساوي واحد صحيح لأنه معنا إن المعامل الارتباط واحد صحيح كأن المتغير هو نفسه كأن X2 هو X3 يعني دي تحصل لو إن ببحث غلط ونزل بيانات X2 على إنها المتغير التاني عنده وأخذ نفسي بيانات ودها مسمى تاني اللي هو X3 مثلا لكن إلحة أكتر واقعية إن بيكون فيه درجة من الارتباط أيا كان بقى درجة الارتباط بتتراوح من السفر للواحد كم؟ ممكن تكون خمسة من عشرة ممكن أربعة من عشرة ممكن واحد من عشرة ممكن تلاتة من عشرة ممكن تسعة من عشرة أيا كان لكن كنها إن هي توصل لواحد صحيح ده احتمال صعب وفي حالة دي ما نقدرش نطبق مربعات الصور طيب معنى كده إن لازم يكون فيه علاقة من المتغيرات آه لازم يكون فيه علاقة من المتغيرات الدخلة في النموذج عندك لكن لو فرض إن معامل الارتباط ما بين المتغيرات التفسيرية اللي موجودة في النموذج سفر يعني مفيش ارتباط بينهم في الحالة دي بسميها المتغيرات المتعامدة متغيرات متعامدة يعني التغير بتاعها بيسوي سفر فاكري إن لما كنا نتكلم على التغير روح نتكلم على خصائص المربعات الصورة بس هكنا نتكلم ناك على المتغير العشوائي لا إحنا هل نتكلم على التغير ما بين XI و XG في الحالة دي لو إن التغير بينهم بيسوي سفر أقدر أقول إن إحنا لسنا بحاجة إن إحنا نطبق انحضار متعدد أو انحضار عام إحنا في الحالة دي هنطبق انحضار بسيط ما ناخد كل متغير تفسيري على حدة ونتعامل معاه بالمتغير التابع يبقى نعمل انحضار لكل متغير التابع على كل متغير تفسيري على حدة يبقى أنت عندك يعني إزدوق خطي يعرفنا يعني إزدوق خطي يعني إن يكون معامل الارتباط بين المتغيرات تفسيري بساوي واحد معنا كان ده ارتباط خطي تام وما أقدرش أطبق المربعات الصورة يا إما لو إن المتغيرات عندي مفيش بينها ارتباط أو معامل الارتباط بساوي صفر فحالة دي بقولك المتغيرات دي بسميها متغيرات متعمدة يعني التغير بتاعها بساوي صفر وفي الحالة دي أنا لست في حاجة إن أنا أطبق انحضار متعدد لا أنا ممكن بكتفي بإجراء انحضار بسيط للمتغير التابع على كل متغير تفسيري على حدة طيب إذا كانت هي دي مشكلة أو دمك فهوم بتاع المشكلة إيه أسبابها؟ إيه اللي بيخليني أو بيوصلني إن يكون في متغيرات درجة الارتباط بتاعتها عالية متغيرات تفسيرية قالك أنت عندك سببين رئيسيين السبب الأول إن المتغيرات الاقتصادية بصفة عامة بتميل إن هي بتتحرك سويا عبر الزمن وده واضح عندنا لما أجي أتكلم عن متغيرات زي مثلا الدخل والاستهلاك والإضخار والاستثمار يبقى معروف إن أنا المتغيرات دي بتتحرك مع بعضها يعني بفرد إن الدخل زاد معنى إن الدخل يزيد إن الاستهلاك هيزيد معنى الاستهلاك هيزيد إن ده هيأثر على الإضخار طيب إفرد إن الدخل كان كبير زيادت على الدخل كبيرة زويت الاستهلاك وزويت برضو معدل الإضخار إذا الإضخار زاد يبقى عرض المنتخرات هيزيد يبقى ده هيأثر لي على سعر الفايدة سعر الفايدة هينخفض يبقى هيأثر لي على قرارات الاستثمار يبقى إحنا المتغيرات الاقتصادية فيه سيستم بيربطها فيه نظام بيربط هذه المتغيرات فأي تغير بيحدث فيه أحد هذه المتغيرات بينعاكس على بقية المتغيرات وعشان كده بقدر أقول إن المتغيرات الاقتصادية بتتحرك مع بعضها عبر الزمن وده العامل الأول من أسباب ظهور الإزدواج الخطي السبب الثاني استخدام المتغيرات التفسيرية بفترات إبطاء يعني إيه؟ يعني أنا بأخذ المتغير بدخله في المعادلة زي مثلا إكس وأقولك برضو المتغير التابع اللي هو الواي بيتأثر بإكس ماينس وين يعني القيمة المبطقة للمتغير المفسر معنى إن هو داخل بفترات إبطاء يبقى أنا أتوقع إنه يكون طالما متغير داخل هو نفسه وداخل بالفترة اللي فاتل يبقى معنى كده إن أنا بقول أكيد هيحصل عندي مشكلة إزدواج خطي أو بتوقع إنه ممكن بدرجة كبيرة يحصل عندي مشكلة الإزدواج الخطي يبقى أسباب المشكلة إنه متغيرات الاقتصادية بتتحرك سويا عبر الزمن دي حاجة نمرة اتنين المتغيرات التفسيرية اللي بتستخدمها في النموذج بفترات إبطاء ده بيديني مؤشر إنه باحتمال كبير هتظهر لي مشكلة الإزدواج الخطي إيه الأثار المترتبة على وجود إزدواج خطي؟ ده بإفرد إزدواج خطي فعلا كان موجود هل ده بيأثر لي على النموذج بتاعي؟ طبعا إزدواج خطي ده أحد مشكلات القياس اللي بتقابلك كباحث وإنت بتشتغل مع لببيانات بتاعتك طالما ظهرت يبقى أكيد هيكون لها مستدبعات وأكيد هتأثر على جودة النموذج بتاعك تعال نشوف إزاي أول حاجة المقدرات اللي انت هتحصل عليها من النموذج هتكون احتمال إنها تظهر بإشارة مخالفة هيكون احتمال وارد يبقى أنه أول حاجة ممكن المقدرات اللي انت بتحصل عليها تظهر بإشارة مخالفة يعني مثلا بنقول إن في علاقة دالة الاستهلاك الاستهلاك دالة في الدخل في علاقة موجبة ما بين الاستهلاك والدخل ده النظرية بتعرفنا العلاقة دي لما تيجي تطبق فعليا لو أنت بتعمل تأدير دالة الاستهلاك هتلاقي إن ممكن الإشارة تظهر عندك مخالفة أو تكون سالبة يبقى أنت هنا هو تتوقع ظهور إشارة مخالفة عكس تقضي النظرية طالما ما فيش أحداث اقتصادية معينة ظهرت تبرر أو تفسر هذا الاختلاف معنى كده إن مشكلة الإزدواج الخطي احتمالية وجودها كبيرة دي نمر واحد قالك كمان بإضافة للكلام ده الأخطاء المعيارية للتقديرات المتحصل عليها بتتسع أو بتزيد مع زيادة درجة الارتباط يبقى كل مكان درجة الارتباط مرتفعة كل مكان الأخطاء المعيارية كبيرة وده احتعارف طبعا العلاقة زي بنحسب التبايم بتاع المتغير أو المعلمة من العلاقة الموجودة ده أصدنا وانت عارف إن حف معياري هو جزر التبايم طيب خلي بالك انت في حالة لما كان الانحضار بسيط من استخدام متغير واحد ما كانش طبعا في معامل الارتباط ما بدرسهوش لكن لما بدأنا ندخل أكتر من المتغير التفسيري لازم أخذ في الاعتبار معامل الارتباط بين المتغيرات التفسيرية لو جينا طبقنا في ضوء المعدل اللي موجودة أقصادة جديدة اللي هي سيجما تربيع يو مقسومة على سميشن اكس تو اي راح نتكلم على بيتا تو يعني طبعا اكس ممكن تكون اكس سي اكس فور ايا كان اكس تو اي تو التربية مضروبة في واحد ناقص مربع معامل الارتباط بين اكس 2 و اكس 3 خلي بالك لو معامل الارتباط ده لو انت جيت حطيت أي أرقام افتراضية وحطيت معامل الارتباط مثلا هنا في الحالة دي 99% بأرقام معينة وخدت نفس الأرقام بس غيرت معامل الارتباط معامل الارتباط اصبح مثلا 1% او 1 من 10 ايا كان هتجد ان مع قبر معامل الارتباط الاخطاء المعيارية زد يبقى كل ما معامل الارتباط بيزيد كل ما الاخطاء المعيارية بتصين هل ده له تفسير عندنا او له هيسمع في حاجة تانية هيأصر على التقديرات المتحصل عليها كبر الاخطاء المعيارية قال لك اه قال لك يا ترتب على كبر الاخطاء المعيارية التسع فترة السقة فاكرين لما كنا منيجي نحسب فترة السقة كنا منحسبها ازاي كنت اقول لك مثلا لو انا بتكلم على خليني نتكلم على بيتا اي بصفة عامل البيتا سواء اثنين او ثلاثة او اربعة ايا كان كنا منحسب فترة السقة لها ازاي كنت اقول لك البيتا اي بتساوي بيتا اي هات البيتا مقدرة زائد تي الجدولية مضروبة في الخطأ المعياري وكنت برضو بجيبها مرة بالمينس عشان دي فترة بقول لك برضو بيتا المقدرة ناقص تي الجدولية مضروبة في الانحراف المعياري طيب هنا في الحالة دي خلي بالك انت عندك هنا الانحراف المعياري كبير نتيجة ايه نتيجة وجود علاقة ارتباط بين المتغيرات يبقى انه كبر الانحراف المعياري ادى بالضرورة او كبر الاختاء المعيارية ادى بالضرورة لزيادة او لاتساع فترة السقة يبقى انه ترتب على اتساع ترتب على كبر الاختاء المعيارية اتساع فترة السقة بعد دي اول مشكلة هتقابل نيبرة ثلاثة قالت تقديرات المعالم ان انت بتحصل عليها او هتحصل عليها في ظل ازدواج الخطي هي غير متحيزة احصائيا لكن ليس معنى ذلك انها دقيقة ويمكن اعتماد عليها يبانا هو قصة التحيز من عدم لا يتأثر بوجود لازدواج الخطي بس وجود لازدواج الخطي مش هيديني ثقة في التقديرات انا هقولي ما اقدرش اصق فيها انها مش هتكون بالضرورة دقيقة وما اقدرش اعتمد عليها رابح حاجة من ضمن القصار اللي هتظهر لك قالك عدم معنوية غالبية معالم العلاقة معالم العلاقة اللي هي البيتات مش هتلاقيها معنوية مش لازم كلها تكون غير معنوية لكن معظمها هيكون غير معنوية غير معنوية بس ايه معامل التحديد مرتفع جدا يعني ممكن معامل التحديد يبقى سبعة وتسعين تمانية وتسعين تسعة وتسعين وتلاحظ ان ما فيش معنوية للبيتات او للمعاملات الانحضار يبقى ده لو شفت حالة دي يبقى ده زهنك ينصرف على طول لتحقق مشكلة الازدواج الخطي يبقى انه الاثار المترتبة على الازدواج الخطي ان بعض المعلمات عندك هتطلع بإشارة مخالفة لما تقضي به النظرية اتساع فترة السيقة تتيجة كبر اخطاء معيارية المعلمات المقدرة صحيح هتكون غير متحيزة لكن لا تعني التنم ده لا يعني ان هي جيدة او اقدر اعتمد عليها عدم معنوية غالبية معالم العلاقة بالرغم من كبر معامل التحديد طيب ازاي اقدر اكتشف لازدواج الخطي من بعض الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها اقولناها فعلا دلوقتي نقدر نكتشف او خلاص بقى عندنا باكتجرام ده اقدر اعرف لو ظهرتلي تديني مؤشر انينا عندي مشكلة في المنطقة دي قال لك اول حاجة عشان اعرف اقتشف هزا الامر او هزي المشكلة قال لك ابسط حاجة احسن معامل الارتباط بين المتغيرات التفسيرية انت لو عندك متغيرين تفسيريين هتحسب معامل الارتباط البسيط بينهم ولو عندك أكتر من متغير تفسيري يعني أكتر من متغيرين هتحصل معاملات الارتباط الجزئية بين كل متغيرين تفسيريين وقال لك عندك أنه موجود في صفحة 579 عندك قال لك أنت ممكن تستخدم المحددات في إيجاد علاقات الارتباط لو أنت عندك متغيرين 2 هتبقى عندك مصفوفة أو محدد بتاعك عبارة عن محدد 2 في 2 لو عندك أكتر من متغيرين تفسيريين هيكون عندك مصفوفة مثلا 3 في 3 وهكذا ونقدر نحسب معاملات الارتباط في الحالة دي وبناء عليه هنقدر نحدد إحنا ممكن هتظهر لنا المشكلة ولا لأ هي بخلي بالك من حاجة أنت حسابك لمعاملات الارتباط يعني ينبئ باحتمالية ظهور المشكلة بس نلاحظ حاجة حسابك لمعاملات الارتباط مش هيديك رقم واضح تقدر تقول والله عند الرقم ده يبدأ ظهور مشكلة للزواج الخطي أو المارت كولينيارتي بمعنى إيه؟ بمعنى أنت معامل الارتباط بتروح من السفر والواحد مفيش عندي مرجعية معينة تقول لنا عند رقم معين مثلا 4 من 10 5 من 10 6 من 10 7 من 10 في كولينيارتي لكن عند 8 وتسعة احتمال كولينيارتي الاحتمال كبير لكن هل عند 6 ممكن يكون في كولينيارتي؟ هل عند 7 في كولينيارتي؟ طب إيه الرقم الآمن اللي لو لقيته ما يبقاش في كولينيارتي وطبع كلما انخفض الرقم معامل الارتباط كلما ده كان آمن بالنسبالي بس هل فيه حد معين؟ لا مفيش حد معين وهنشوف هنتعامل الزمع الجزئية دي دلوقتي يبقى نمرة واحد أقدر أحسب معاملات الارتباط ببسيط وإحنا لو كنا اشتغلنا على البرنامج كنا هنقدر نطلع مصفوفة الارتباط بين المتغيرات ونقدر نشوفها بصورة أوضح طيب خلينا في إطار ما هو إيه موجود قصدنا نمرة اتنين قالك ارتفاع قيمة معامل التحديد مع عدم معنوية غالبية معاملات الانحضار باستخدام اختبارتي ده اللي احنا لسه قيلينه يبقى معامل التحديد مرتفع لكن المعاملات الجزئية اللي هي البيتات بيتاتو بيتاسري غير معنويين نمرة ثلاثة قالك احنا ممكن نكتشف الموضوع ده موضوع الازدواج الخطي ان انا اعمل عدد من الانحضارات لكل متغير تفسيري على باقي المتغيرات تفسيرية طب و بعدين قالك انت هتعمل الانحضار هتقدر الدلة بتاعتك وهتشوف معامل التحديد المتغير المفسر اللي احنا هناخده نعتبره متغير تابع المعادلة صاحبة اكبر معامل التحديد او المتغير المفسر اللي هيكون معادلته هي اكبر فيها بيتحقق فيها اكبر معامل التحديد اقدر اقول ان المتغير ده هو اكتر متغيرات ارتباطا بالمتغيرات التفسيرية الاخرى وهو ده سبب المشكلة يبقى ده بيعملو كاجراء لاحق ظهرت لي مشكلة وبعد اضطر اشوف اعليك هزي اعمل ايه وعلى ذلك لو لقيت فيه متغير معامل ارتباطه كبير انا عندي مشكلة بعض المتغيرات ظهرت بشرة مخالفة فده خلاني اقول زيني انصرف ان ممكن نكون عندي كل النيارتي بين المتغيرات المفسرة ابدأ اعمل ايه ابدأ اعمل انحضار لكل المتغير التفسيري على حدة مع بيت المتغيرات التفسيرية والمعادلة ده هطلع اكبر معامل تحديد فيها هي ده هتكون المعادلة اللي بتحتوي على المتغير اللي يجب استبعاده من العلاقة ممكن كمان اطبق اختبار اف بالصورة الموجودة اقصادكو ان باخد معامل التحديد على واحد نقص معامل التحديد مضروب فيه كي مينس تو على ان مينس كي بلاس ون وقارنها باف الجدولية لو طلعت قيمة اف محسوبة اكبر من اف الجدولية فده بيدلني ان وجود فيه ارتباط المتغير المفسر اكس مرتبط مع باقي المتغيرات التفسيرية ويجب حزن يبقى انت عندك يا ام اطبق اي واحدة من دول اي علاقة من دول تقدر تعرفني ان انا عندي مشكلة الاسدواج الخطي خلي بالك بقى من اللي جاية دي اللي هي حساب الفي اي اف ليه بقولك خلي بالك لان انت دلوقتي بحنا بنتكلم على رقم واحد قلنا ايه قلنا هنحسب معاملات الارتباط من المتغيرات التفسيرية بس قلنا معاملات الارتباط ما عنديش لمت معين ما عنديش حد معين لو وصل للمعامل الارتباط اقدر اقزم انها تظهر لي المشكلة ممكن يكون عندي معاملات الارتباط متوسطة او فوق متوسطة شوية زي مثلا ستة من عشرة تسعة وستين من مية سبعة من عشرة يعني اللي هي المعاملات اللي ايه ما انتش قادر تحكم بصورة واضحة اه هو فيه ارتباط كبير معامل الارتباط كبير بس مش قادرين نحدد هو صحيح ببعض الكتابات تقول لك ان لو عدنا خمسة من عشرة يبقى هدخلنا في منطقة الخطر ده صحيح بس ما عنديش حد معين اقدر احكم عنده ان عندي لكن تلما طلعت فوق خمسة من عشرة يبقى انت دخلت في منطقة الخطر اللي احتمال وقوعك في مشكلة تكون كبيرة بنعمل اي بقى في موضوع التباني التضخمي ده معامل التباني التضخمي ال-VIF قال لك انت بتحسب ال-VIF من علاقة بسيطة الموجودة اقصادك واحد على واحد ناقص طيب بعدين قال لك اذا كانت قيمة ال-VIF اكبر من عشرة ده لذلك على وقود مشكلة الاسدوق الخط عندك في الكتاب على فكرة بيقول لك لو انها اكبر من 100 يبقى هنا بيقارن وسط 100 او اكتر يبقى احنا عندنا كل الناس لا احنا بنتعامل فعليه مع بيانات بنقول ان لو VIF اكبر من عشرة يبقى انا عندي كده مشكلة يبقى خلي بالك انت ممكن تعمل الانحضار بتاعك عادي جدا وما تخدش بالك ان انت عندك كل النيارة دي والاشارات ممكن تكون بعضها طالع المعاملات بعضها طالع معنوية ممكن تكون الاشارات سليمة وبعض المعاملات طالع معنوية وبعضها لا فزهنك ميروحش لمشكلة طيب ماشي يعني انا في بعضها طالع معنوي بعضها مش معنوي لكن اشاراتي سليمة لكن لما تيجي تعمل الاختبار التأكيدي بقى ده الاختبار اللازم نعمله عشان اكشف عن مشاكل القياس لان كل مشكلة من المشاكل احنا بناخدها ليها طريقة اقدر اكتشفها بيها فلما اجي اعمل ال VIF الاقي ان VIF اكبر من عشرة يعني انا عندي مشكلة كولينيارتي في البيانات بتاعتي يبقى VIF ده الطريقة اللي بتكتشف بيها مشكلتك في التعامل الفعلي مع البيانات اه احنا بنحسن معامل الارتباط زي ما قلنا بس ما يدينيش كلام نهائي هو بيديني مؤشر الا كلام نهائي لو ما يجي تطلع معامل الارتباط 99 من مية بقى انا كده خلاص انا بكلم في ايه هو فيه ارتباط كبير بقى هو ده هيعمل لي مشكلة لكن في معاملات انت مش قادر تحدد هل دي تعمل مشكلة ولا متعملش مين بقى اللي يحدد لك بصورة واضحة الفي اي اف الفي اي اف يقول لك لو عدينا الرقم ده يبقى احنا فعلا عندنا مشكلة كلينيارتي طيب اعالج ازاي المشكلة ازا كان عندي مشكلة كلينيارتي هل نموذج بتاعي انتهى ولا فيلوه علاج قالك يمكن علاج المشكلة لو انا عندي مثلا معلومة معينة بتقول ان بيتا سري مسلا هي بتساوي قيمة معينة من بيتا طو يبقى انت تقدر في الحلقة دي تقول هتقدر النموذج بتاعك وتيجي في الاخر تقدر البيتا سري بناء على علاقة بينها وبين البيتا سري يبقى انت هنا هو اول حاجة ان انت بتشوف لو في علاقة معينة بتربط النموذجين او سري المتغيرين بتوعك طيب طيب نمرة اتنين قالك اعمل دمج ما بين بيانات السلسل الزمنية والقطاع المستعرض اللي هي ايه اللي هي البانل ديتا يبقى انت بتعمل الدمج ما بين النوعين دول من البيانات نمرة ثلاثة قالك حزف المتغيرات التفسيرية او حزف المتغير التفسيري صاحب اعلى درد ارتباط يبقى انت هنا هو بس ده حل ده ايه الحل المباشر اللي قد يضر بالنموذج انت لما تحزف متغير معين من نموذج ممكن ده يؤدي لتحيز في التقدير او خطأ في التوصيف يبقى انت كده بتقديرك ما هواش واخد كل المعلومات المتاحة في الاعتبار نمرة اربعة قالك اعمل تحويلها للنموذج بمعنى ايه قالك اذا كان البيانات الاصلية او التعامل مع البيان البيانات الاصلية بيديك مشكلة الزواج فليس بالضرورة ان انت لو خدت الفروق الاولى لمتغيرات تطلع لك نفس المشكلة يبقى احنا ده حالة بنعرف ازاي نعارك وهو حتى عندك في الكتاب او رضلك طرق العلاج لكن مطالب ما دكش امثلة عليها فانت مطلوب من حضرتك انك تعرف وفي اطار الامثلة موجودة عندك في الكتاب واختار ما احنا ذكرنا تكون مستعد ان شاء الله بتأسئلة في الانتحان عشان تبقى الامور واضحة بالنسبة لكم مش هنخرج عن الكلام اللي بنقوله وعن الامثلة المتاحة عندك في الكتاب والتمارين لو فيه تمارين على الفصل مش هنخرج الافكار مش هتخرج عن الكلام ده بحيث ان انت تبقى فاهم احنا بنتكلم في ايه طيب ايبقى قلنا العلاق اما ان انا بكون عندي معلومات معينة عن علاقة ما بين المعلامات اما بجمع ما بين بيانات القطاع المستعرض والسلاسل الزمنية اما بحسب المتغير التفسيري صاحب اكبر درجة ارتباط وده قد يوقعني في مشكلة تانية اللي هي تحيز التقدير او خطأ التوصيل نمرة اربعة قالك تحويل المتغيرات باغز الفروق الاولى بالسي دي ممكن توقعني في مشكلة تانية اللي هي المشكلة التالتة اللي هنخدها مرة الجاية ان شاء الله هي مشكلة الارتباط التسلسلي بين الاخطاء طيب لو حبينا نطبق الكلام ده زي ما قلنا احنا مرتزمين عشان تبقى الدنيا واضحة بالنسبة لكم احنا في اطار المعلومات الموجودة معاك تحت ايديك في الكتاب احنا مرتزمين بيها في اطار الامثلة الموجودة تحت ايديك فلو سمحته المحاضرة بجانب الكتاب ده شيء اساسي 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 بقولها وبقررها كل مرة قالك في عندك مثال موجود في الكتاب قالك المعادلة الموجودة اقصادة كتير عايزين نعرف نتحقق من وجود مشكلة الاسدواج الخطي المعادلة دي بتحبر عليه قالك عندك Y بتساوي 101 49 من 100 بلوس 76 من 100 X2 مينوس 8 من 10 X3 Y دي هي الوردات X2 هي رقم قيص الاسعار X3 نتج المحلي اجمالي وعدد المشاهدات لهذه او لهذا التقطير 16 مشاهد مديني معلومة بتقول لي معامل الارتباط بين X2 و X3 96 من 100 يبقى مبدئيا كده انا اتوقع ظهور المشكلة ليه؟ لان معامل الارتباط كبير صحيح انا ما عنديش رقم معين اقدر احكم اقول هو ده حد فاصل لو وصلنا له يبقى عندي كل نيارتي لكنت بتتكلم في اكتر من 90% اكتر من 90% يبقى احتمال ظهور المشكلة احتمال كبير بش احتمال يعني نقدر نون هي موجودة فعلا طيب وعدك الار سكوير 97% تعالى نتحقق من وجود مشكلة الاسدواج الخطية تحقق ازاي؟ قالك انت عندك نديك التقدير للمعادلة ونديك الاخطاء المعيارية لبيتا تو بيتا سري اللي هي موجودة عندك بين الاقواس اللي هي واحد وعشرين من مية واحد بالنسبة لبيتا تو وعشرين من مية اللي هو بالنسبة لبيتا سري قالك احنا هنا مبدئيا لما جينا نبص على المثال ده لاحظنا ان معامل التحديد كبير تمام ولاحظنا برضو ان معامل الارتباط كبير وبالتالي داعي لازم يدي عندنا انظار ان الاحتمال كبير ان توجد مشكلة الاسدواج طب اعمل ايه عشان هتأكد قالك عشان نتأكد اختبر معنوية معاملات لانحضار نبدأ نختبر البيتات هل في عندي احد البيتات غير معنوي هل هم اتنين معنويين هل هم اتنين غير معنويين تعالوا نشوف قالك انت طبعا بتصيغ الفرد فرد العدم بيقولك ان لو خدنا بالنسبة لبيتا بيتا اي احنا انا حطى لك بيتا 2 لكن بالنسبة لبيتا اي عموما بيتا اي بتساوي 0 او فرد البديل بيتا اي لا تساوي 0 وهناخد لكل بيتا هنعمل لها بيتا 2 والبيتا 3 هنعمل لهم اختبار كل واحدة على حده هنعمل اختبار تيه اختبار تيه عبارة عن ايه عبارة عن بيتا مقدرة بيتا هات المقدرة مقسومة على سجما بيتا اي او بيتا 2 زي ما هنشوف خلي بالك هي باش على السجما بس هي احنا واختبار في الاعتبار ايه كمان السجما هنا لما بنيجي نحسب البيتا بتاخد في اعتبارها ايه بتاخد في اعتبارها معامل الارتباط من العلاقة اللي احنا قلنا عليها ان السجما السجما بيتا بتساوي تباين الخطأ مقسومة على سم اكس تو اي لو حنتكلم على بيتا تو ضد تربية مضروبة في واحد مينس مربع معامل الارتباط من اكس اثنين و اكس تلاتة كل البيانات دي موجودة عندي السجما موجودة تمام وعندك معامل الارتباط اقدر اطلع منه البيانات بتاعتي ان انا محتاج او اقدر احسب منه تي كالكوليت قالت طبقا لعلاقة السابقة حسننا تي 2 و تي 3 تي 2 ظهرت بستة وسبعين من مية تي 3 باربعة من عشر خدنا تي كالكوليت وروحنا نقارنها بقيمة تي الجدولية عند ان مينس سري و الف على اثنين لما رحنا نشوف تي الجدولية لانها بثنين مية وستين تعالا قارن هتجد ان تي المحسوبة اقل من تي الجدولية يبقى معنى كده ان انا برفض فرض البديل وبقبل فرض العدم اللي بيقول لي ان بيتاتو بتسوي سفر يعني معنى كده ايه يعني انها غير معنوية يبقى بالرغم من قبر معامل التحديد الا ان معاملات للحضار غير معنوية ده بيأكدلي مشكلة الاسدواج الخطي يبقى هنا هو في الحالة دي انا تأكدت فعلا ان انا عندي مشكلة الاسدواج الخطي دي حاجة حاجة تانية قالك انت ممكن تحسب كمان F وهتتوقع مبدئيا لما اجي احسب F تكون علاقة شكلها ايه ده عندك اختار F بيحسب بيبقى بيشتغل علي بيشتغل على معنوية النموذج ككل من المتوقع ان تكون علاقة شكلية لكبر معامل التحديد ده فعلا لان مختبار F بمعتمل او بيبنى على معامل التحديد انت عندك نهو من البيانات اللي اقصادك لو طبقتها انت عندك الرس كوير معطاة دي وعندك ان عدد المشاهدات تقدر تطبق العلاقة دي بسهولة هتجد بنقيمة F المحسوبة 210 166 من ألف لما اجا قارن طبعا انا مش في حاجة هنا ان انا قارن لان طبعا 210 ده عدى كل الحدود اللي موجودة في جدول F بس لازم اعرف ازاي اكشف الجدول لان هيجي لجدول في الامتحان انت عندك في جدول F هتجد ان في عندك قيمتين القيمة 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 او الموجودة في عندك قيمة قبر ولور او قيمة في العليا وقيمة تحت قيمة موجودة فوق وقيمة تحت قيمة قيمة فوق بعض القيمة اللي فوق هي عند مستوى معناوية 5% فدي اللي حناخدها طيب يبقى احنا كشفنا على F هنجد ان هي 210 هنقارنها بF الجدولية هنجد ان هي حسبنا F لقنا 210 160 هنروح لF الجدولية هنلاقيها 4 67 طبعا احنا منتكلم في الانحضار معناوي جدا يبقى انه بالرغم من الانحضار معناوي وطبعا معناوي عشان معاملة التحديد كبير بالرغم انه معناوي الا ان معاملات الانحضار غير معنوية يعني انا وانت مغمض كده لازم تقول اني عنتي مشكلة ازدواج خطي يبقى دي مشكلة الازدواج الخطي اللي ممكن تواجهك كباحس وانت بتشتغل على بياناتك يبقى النهاردة اخدنا مشكلة الازدواج الخطي مشكلة بسيطة جدا دي المشكلة التانية من مشاكل القياس ان شاء الله بإذن الله المرة الجاية او المحاضرة الجاية هيكون عندنا المشكلة التالتة والاخيرة في مشاكل القياس اللي هي مشكلة الارتباط التسلسلي بين الاخطاء بقرر لو سمحت الكتاب ثم الكتاب ثم الكتاب ده هي سهل عليكم الدنيا كتير المحاضرة معاك لو في اي ملحوظة لو في اي طريقة تتواصل معايا تعرفوني لو ليكم اي ملحوظة والدنيا ان شاء الله هتكون سهلة وهنخلص وهنبدأ نشتغل مع بعض بنمط يعني مش عايز اسبعي الاحداث خلينا ايه في وقتها بس ان شاء الله نبدأ ان نتناقش مع بعض يبقى يبقى فيه اسئلة يبقى فيه اسئلة توضع ديكم ونشوف ايه النظام هيكون شكله ايه الامثلة الموجودة يا جماعة بصوا عليها كويس بتوضح لكم الافكار لو في تمارين في نهاية الفصل لو سمحتوا حلوها ونشوفها مع بعض برضو نخلص ونبدأ نشوف مع بعض ان شاء الله التمارين الموجودة نشوف نتعامل معها ازاي وشوفكم ان شاء الله مرة جاية على خير بازن الله